أهدنا للمزيد من الحديث والحوار ينضم معي مباشرة الخبير الأمني الدكتور عماد علو أهلا بك الدكتور عماد يعني استهداف متكرر للسليمانية بطائرات مسيرة مجهولة كان آخرها استهداف مطار عربة والتوجيه أصابع الاتهام إلى تركيا لضلوحها بالهجوم أنت كيف تقرأ ذلك الاستهداف المتكرر وما أسبابه أصلا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على الاستضافة بالحقيقة يعني مسألة الاستهدافات والخروقات وتواجد تنظيمات سياسية مسلحة تعمل من الحدود أو من الداخل العراقي باتجاه دول الجوار هذه الخروقات هي لا تؤشر يعني ضعفا لدى القوات المسلحة العراقية بقدر ما تؤشر أن هناك خلافات سياسية مواقف مختلفة في الرؤى إلى القضايا التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط منها القضية الكردية والخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومواقفهم من الحكومة الاتحادية عدم السماح للقوات العراقية الجيش العراقي بالانفتاح في منطقة إقليم كردستان أو في الحدود الحراقية الإيرانية أو الحدود الحراقية التركية بالشكل الذي يؤمن السيادة العراقية عدم السماح بطلعات الجوية للقوات الجوية الحراقية في إقليم كردستان هذه كلها بالتأكيد تنعكس سلبا على الأمن والاستقرار بالنسبة للعراق المسألة يجب أن ينظر لها بشكل أو من منظار الأمن الشامل للعراق وليس من منظار الأمن الجزئي للإقليم أو لبقية مناطق العراق وإلا سوف تستمر الانتهاكات وسوف تتطور بشكل قد يلحق الأذى بالإقليم بالدرجة الأولى إذا تقرأه وتصنف على أنه ترجمة للخلافات والاختلافات تعلم أن هذه الاستهدافات بالطبع تمثل انتهاك لسيادة العراق ووحدة أراضيه نظرتك إلى موقف الحكومة على وجه التحديد للرد على هذا الانتهاك يعني موقف الحكومة بالحقيقة موقف محرج لأنها يجب أن تنطلق بالاتفاق أو تستند في مواقفه إلى اتفاق مسبق في الرؤى مع القوى السياسية التي تشكل الحكومة ومن ضمنها الأحزاب الكردية ومن ضمنها أيضا أحزاب أخرى أيضا لها رؤى مختلفة من العلاقة مثلا مع إيرانا ومن العلاقة مع تركيا هناك تباينات داخل الأحزاب العربية أيضا في بقية مناطق العراق من الدولتين إضافة إلى مواقفهم من القضية الكردية والقضية الكردية ولها تشعبات ولها امتدادات في سوريا في تركيا في إيران وهناك مواقف مبدئية للأحزاب هناك مواقف شعبي أيضا لذلك هذه المسألة مسألة شائكة محقدة لابد أن ينظر لها بموضوعية ومن خلال رؤى استراتيجية تتفق عليها القوى السياسية المخرطة بالعملية السياسية والحكومة العراقية من أجل الحفاظ على السيادة العراقية ومن أجل أيضا حماية التراب العراقي من ضمنها إقليم كردستان وإلا سوف يتعرض الإقليم لمزيد من الانتهاكات وسوف يهجر المزيد من مواطنين وأهلنا في الإقليم إلى العمق وهناك الكثير من القرى على الحدود أو المنطقة المحادية لتركيا أو إيران الخارجية العراقية الخارجية العراقية لماذا لم تتحرك لتدويل القضية التركية بالمحافل الدولية على اعتبار أنه دبلوماسية هي الخيار لوقف الهجمات وبالتالي الضغط على أنقرة يعني هذا مسألة مطلوبة بالتأكيد لأنه لابد أن يكون هناك موقف وهناك تبليغ للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي لمنظمة المؤتمر الإسلامي لجامعة العربية لكل المنظمات الدولية بأن هناك انتهاكات بأن هناك عدوان يحصل باستخدام تكنولوجيات مسلحة يعني متطورة وهذه المسألة لا بد أن يوضع لها أحد المواقف الرسمية التي تتخذ من قبل حكومة العراقية ممثلة بوزارة الخارجية تتجه إلى المطالبة بالحوار لكنه يبدو أن هذا الحوار لم يتوصل إلى حلول نهائية أو حل جذري لإيقاف هذه الاعتداءات وهذه التوغلات وهذه الانتهاكات النقطة الأخرى بدون وجود قوة عراقية وقرار عراقي باستخدام القوة للدفاع عن سيادة العراق وهذا من حق وفق القوانين والأنظمة الدولية بالتأكيد سوف تستمر هذه الانتهاكات لأنه حتى القرار الأمني بالنسبة للحكومة العراقية يجب أن يتخذ بالتشاور مع القوى السياسية لأنه مسألة الجغرافية لا تؤثر مسألة الموقف الشعبي مسألة الموقف السياسي إضافة للعلاقات الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية التي أيضا تؤثر في اتخاذ القرار الأمني الدكتور عماد يعني الحكمة العراقية هي أعلنت عن تنفيذ اتفاق مع المعارضة وبالتالي إخلاء منقراتها بالشمال بخطوة لحل يعني هذه هي الأزمة لماذا لا تعمم تعمم هذه التجربة على تركيا أيضا وأخراج مسلحي حزب العمال الكردستاني من الشمال برأيك يعني هذه مسألة تختلف كثيرا لأنه حزب العمال الكردستاني التركي دخل العراق باتفاق بين هذا الحزب بين الحزب العمال الكردستاني التركي وبين الحكومة التركية في عام 2013 واتفاق مع عبدالله وجلان وتمت هناك مباحثات ونقلت على شاشات التلفاز توقيع الاتفاقية وتحرك الجناح العسكري لحزب العمال إلى جبال قنديل لهذا هذه المسألة تتعلق بالسياسة الداخلية الكردية وموقف الحكومة الكردية والقوة السياسية التركية من القضية الكردية في الداخل التركي القوة التي متع بها حزب العمال الكردستاني أيضا تنطلق من موقف الأمريكي شوف أمريكا على الرغم أنه تعتبر مثلا في تركيا هو تنظيم إرهابي لكنه تدعمه في سوريا تدعمه أو تقف صامتة في العراق إذا أتواجده في سنجار في جبال قنديل وهذه المسألة أيضا يعني يحتاج لها تفاول ومباحثات بين الحكومة التركية والحكومة الأمريكية ومن كل هذا هل نفهم أنه أنقرة تشغل ورقات المياه وتصدر النفط إلى كردستان للضغط على حكومة بغداد للرضوخ إلى مطالبها وكذلك الاستمرار بتوغلها بداخل الأراضي العراقية يعني هذا يبدو أن الحكومة التركية أو السياسة التركية نقول استراتيجية التركية هي تنطلق باتجاه التوسع باتجاه فرض الإرادات على دول المنطقة لكن نلاحظ أن المسألة لها أبعاد وعمق ينطلق إلى المستقبل للسيطرة على مناطق جغرافية من المحتمل أن تكون ممرا لأنابيب نقل الطاقة نضغط والغاز إلى أوروبا في ضوء مخرجات ونتائج الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي تركيا تعمل على هذا الجانب نلاحظ أن هناك تقارب تركي سوري اليوم هناك تقارب تركي مصري هناك تقارب تركي سعودي كل هذا ينصب باتجاه الدعم الاقتصاد وخاصة في مسائل نقل الطاقة التي تتجه إليه أوروبا لنقل من منطقة الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج عبر العراق وسوريا نحن يجب أن نفكر في هذا الاتجاه أيضا بتأمين المنطقة الجغرافية العراقية لتسابق على عقد الاتفاقات ومد الأنابيب وبالتالي تأمين الأمن والاستقرار في الداخل العراقي ومنع هذه الانتهاكات إذا كانت هناك مصالح اقتصادية إذا كانت هناك أنابيب لنقل الطاقة لدول العالم المجتمع الدولي ودول الجوار ستكون ملزمة أخلاقيا وقانونيا لحماية أو عدم التعرض لأمن واستقرار العراق حتى تحافظ على هذا الممر الاستراتيجي الذي يتمتع به العراق اليوم خاصة في مسألة نقل الطاقة الغاز والنقطة نعم إذن الخبير الأمنية دكتور عماد علو شكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات